حاجة تانية كمان النهاردة طبعا كان فيه تدريب مسائي مهم جدا للنادي الاهلي كان ريني فيلر المدير الفني بيقود تدريبات خلال الفترة الحالية الفترة الحالية ريني فيلر يمكن بيعتمد أو بيتعمد أنه هو يتحدث في محاضرات نظرية كتير قبل ما يبدأ المران العملي ويبدأ يشتغل ملعبها في الملعب دايما المحاضرات النظرية بتبقى فيها الهدف نفسي وخالق دوافع للمرحلة القادمة وتحفيز اللاعبين من الناحية النفسية والناحية المعنوية المدير الفني ريني فيلر بيسعى لتجديد دوافع خلال الفترة القادمة بالإضافة إلى التركيز على الجانب الخططي دمكه دي لقطات من تدريب الأمس ده أول تدريب لريني فيلر والجهاز المعاون اللي معاه لبداية المرحلة القادمة عقب انتهاء المحاضرة بدأت التدريبات بفقرة بدنية تحت إشراف توماس بينكل مخطط الأحمال البدنية وكل هذه الاستعدادات بالتأكيد لبداية المشوار الإفريقي فيه شيء مميز في المشوار الإفريقي عندك مباراتين أمام كونو سبورت البطل غينيا الاستوائية يوم 14 ستمبر ثم يوم 28 ستمبر إن شاء الله الأهل يتخطى هذه المواجهة دور 16 هيبقى فيه بداية ديسمبر أول ديسمبر لأن فيه أجندة دولية في 10 أو 11 فماشا يكون متاح لدورة أبطال إفريقيا مباراة تتلاقي في هذا التوقيت فبالتالي عندك مساحة وقت تحضر لأولى المباراة الإفريقية وإن شاء الله تتخطاها وبإذن الله يا رب الأهل يتخطاها بنتيجة إيجابية ويصل لمرحلة دور المجموعات في دور الستة عشر دور الستة عشر ديسمبر فبالتالي عندك مساحة زمنية ثلاث شهور تحضر للمشوار الإفريقي لأن البطولة الإفريقية بجدة تبدأ من دور الستة عشر ويكون الجهاز الفني خد مساحة وقت كويسة جدا عشان يقدر يتعرف على إمكانيات اللاعبين اللي معاه وفي خلال هذه الفترة بالتأكيد هتكون بقى انطلاقة الدوري مباراة السوبر للمرحلة القادمة المراني النهاردة كان مراني بدني وخططي طبعا أنت عندك لسه حوالي 11 يوم على مباراة كانو سبورت فبالتالي عندك مساحة وقت تعمل برنامج بدني وخططي للمرحلة القادمة فيلر ركز النهاردة في تدريبات القرى على تأسيم اللاعبين إلى مجموعات لتنفيذ بعض الجوانب الفنية وفي نفس الوقت وقف التأسيم أكثر من مرة عشان يصوب بعض الأخطاء والشيء اللافت للنظر اللي شفناه حتى في تمرين الأمس أنه كان دايما فيلر بيركز على فكرة اللعب من لنسة واحدة والقرى السريعة دايما بنشوف الكرة في أوروبا مختلفة شوية عن الكرة في إفريقيا أو الكرة في مصر أنه دايما اللعب سريع دايما رتم المباراة وإقاءة المباراة سريع فالجزئية دي هيتعامل مع فيلر مع لعب النادي الأهل الفترة الجاية وعندك خامات كويسة تقدر أو تقدر أن تتطور من أدائها في الفترة اللي جاية شريف إكرامي شفناه دخل في تدريبات حراس المرمى الحمد لله اطمئننا على سلامته خبرات شريف إكرامي مهمة جداً كمان مع الأهل في الفترة القادمة مع تميز محمد الشناوي كأحسر حارس في القرى المصرية في الفترة الأخيرة وبتحدياً كمان في طولة الأمم كان ماشي بشكل كويس مع علي لطفي والحراس الصاعدين أحمد طاري ومصطفى شبير كل دي خامات جيدة جداً في حراسة المرمى ودخلوا في تدريبات مهمة جداً مع ميشيل مدرب حراس المرمى